السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجدداً وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية فيديو اليوم سوف يعجب الكثير من السيدات لأنه يتحدث عن موضوع التجاعيد وسنحضر اليوم مع وصفة طبيعية رائعة ستقضي على التجاعيد وكل المكونات التي سوف نستعملها هائلة في التخفيف من التجاعيد والقضاء عليها والحد منها إذا كنتم سواء صغير في السن كما تعرفون التجاعيد والخطوط الرفيعة هي من الأشياء التي تتير فزع المرأة وإذا سألنا أي واحدة كيفما كانت ستجدها مستعدة لدفع أي نقود لحماية نفسها من تجاعيد الوجه ولكي تظهر بجمالها الطبيعي لكن البشرة يعني مع التقدم في السن تتغير حيث تنكمش الخلايا الذهنية وتفقد البشرة مرونتها وغالبا الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة تظهر عليهم التجاعد بشكل أسرع لأن بشرتهم تحظى بحماية أقل من أشعة الشمس وإذا كنتم تحاربون آثار الشيخوخة ولا تريدون استخدام كريمات يعني مكافحة أو مكافحة لتجاعيد التي تكون كما نعلم مليئة بالمواد الكيموية اليوم إليكم الحل وهو عبر استعمال وصفات رائعة تجدد شباب البشرة بالنسبة للمكونات التي سوف نستعمل هي كلها طبيعية إذن الآن سننتقل إلى التعرف على المكونات كأول مكون رائع جدا وهو زيت زيت الأفوكادو هذا المكون ممتاز رائع جدا ويعمل على تجديد البشرة وبالأخص يحارب التجاعد بشكل رهيب جدا جدا سنستعمل هذا المكون ممتاز إذا كنتم يعني لا تتوفرون على زيت الأفوكادو ممكن تعويضه بزيت لوز حلو سأضيف هنا تقريبا ملعقة من زيت الأفوكادو تقريبا ملعقة صغيرة لأنه ممتاز جدا ممكن أيضا تعويضه بزيت لوز حلو أو زيت جوز الهند لأن هذه الزيوت كلها رائعة وممتازة جدا كثاني مكون سنحتاج إليه ألا وهو بذور الكتان وبالأخص مطحون بذور الكتان قموا بطحن كمية من بذور الكتان فهو رائع جدا مغدي للبشرة ويملأ الخطوط كيفما كانت سواء كانت دقيقة أو خطوط عميقة قموا بتحنه وقموا بالاحتفاظ به في برطمان أو علبة تكون يعني زجاجية واحتفظوا به في مكان جاف ثم استعملوه دائما في الوصفات الطبيعية أنا سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة من مطحون بذور الكتان فهو غني بمضادات الأكسادة وبه يعني مواد مغدية للبشرة لذلك أنا أستعمله دائما بالخصوص في الوصفات التي تزيل التجاعد وكآخر مكون سنضيفه ألا وهو سنحتاج لصفار البيض صفار البيض كما نعلم غني جدا بالبروتينات وكذلك بالذهون التي تحتاجها بشرة الوجه فهو ممتاز لدوات البشرة التي تكون جافة وبالخصوص لمن تعاني من التجاعد ومن الأحسن لو توفرتم على البيض البلدي يعني صفار البيض البلدي فهو ممتاز جدا أقوم هنا بخلط صفار البيض جيدا بعد ذلك سأضيفه لباقي المكونات هذه الوصفة صالحة لجميع الأعمار يعني تصلح لجميع الأعمار وأيضا صالحة للنساء الحوامل وكذلك المرضعات لأن الوصفة آمنة وليس بها يعني أي آثار جانبية سأضيف هنا صفار بيضة واحدة بهذا الشكل إذن هنا بعدما قمنا بدمج ووضع كل المكونات سنمر الآن إلى خلط ودمج العناصر هذه الوصفة تستعمل لبشرة الوجه وكذلك الرقبة لأن هناك بعض الفتيات والنساء يعتنون فقط ببشرة الوجه ويهملون بشرة الرقبة رغم أننا يجب الأعتناء بهم معا لأن كذلك هناك من يعاني من تجاعد من تجاعد حول الرقبة أو على مستوى الرقبة وذلك ناتج عن الإهمال نقوم بدمج وخلط العناصر جيدا الوصفة ممتازة مغدية جدا جدا إذن هنا بعدما قمنا بدمج كل هذه المكونات بالنسبة لطريقة التطبيق أو وضع الوصفة فهي سهلة جدا سبها قبل تطبيقكم لهذا القناع تقومون بأول خطوة وهي تنظيف الوجه بعد ذلك تجففون البشرة جيدا ثم توزعون هذا الماسك على كامل بشرة الرقبة وكذلك بشرة الوجه نركز كذلك على المناطق التي بها تجاعد سواء حول العينين تحت العينين حول الفم الجبهة كذلك يعني جميع الوجه أو الوجه نوزع هذا الماسك للوجه وكذلك الرقبة بسبب لهذا الماسك سنتركه فترة من الزمن تقريبا مدة نصف ساعة يعني كلما تركناه أكثر كلما كانت النتائج أفضل بالي هذا الماسك حبيباتي من الأحسن وضعه بالليل لأنه يحتوي على زيت الأفوكادو يعني لا يجب التعرض لأشعة الشمس تضعون هذا الماسك بطبيعة الحال ويجب الاسترخاء التام يعني عدم التكلم أو الضحك حتى لا تكون هناك تشققات في الماسك وتؤدي إلى نتائج يعني مثل التجاعد يجب هنا الاسترخاء التام عند وضعكم لهذا الماسك بالنسبة لهذا الماسك إذا تبقى لديكم منه ممكن احتفاظ به في التلاجة واستخدامه في اليوم الموالي هذا الماسك يستعمل بشكل يومي وبالأخص إذا دومتم عليه تقريبا مدة 12 يوما ستلاحظون نتائج مدهلة جدا جدا بحيث أن التجاعد سوف تختفي وأيضا الخطوط التي تكون دقيقة سوف تلاحظون الفرق بأنفسكم هنا في حالة ما كانت التجاعد غائرة سوف تلاحظون أنها خفت كثيرا وأيضا لمن تعاني من بداية التجاعد فالتجاعد سوف تختفي بشكل رائع جدا ستلاحظون أن البشرة صارت رتبة جدا لأننا وضعنا هنا سفار البيض الذي يخلص البشرة من الجثاف ومن التشققات أيضا أيضا يخلص البشرة من البكتيريا والجراتيم التي تتعرض لها صفار البيض كما نعلم هو يوفر التغرية اللازمة والعميقة لطبقات الجلد الداخلية والخارجية أيضا يخلصنا من البقع الغامقة والذاكنة وذلك بفضل مفعوله في تقشير وتجديد خلايا البشرة يخلصنا من الخلايا الميتة وبالتالي يعالج مشكلة انسداد المسام الذي يؤدي إلى تراكم الأوساخ والذهون بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي كما قلت داوموا عليها فهي يعني وصفة بسيطة جدا تتكون من ثلاث مكونات طبيعية مغدية والأكثر من هذا أنها يعني متوفرة في كل بيت يعني لن تكلفكم لا مال ولا وقت الطريقة سهلة التحضير وبسيطة جدا لكنها فعالة عندما تداومون عليها تعطيكم نتائج رائعة ومرضية حبيباتي يجب الاهتمام دائما بالبشرة حتى تبقى دائما شابة ونظرة وبدون مشاكل هنا في حالة قمتم بإزالة هذه الوصفة ضروري من ترطيب البشرة رغم أن الوصفة بحددتها مرتبة إلا وأننا يجب من ترطيب البشرة بزيت سواء زيت الأفوكادو أو زيت زيتون أو حتى زيت جوز الهند إذا كان متوفر لديكم لأن الزيوت تغدي البشرة ترطبها وتحميها من الجفاف وبالتالي تحميها من ظهور التجاعد سواء كانت مبكرة حتى إذا كانت لديكم تجاعد فمع وضعكم لأي زيت كان أو كريم وتقومون بعمل مساج يعني تقومون بعمل مساج هكذا تدليك لبشرة الوجه والرقبة لأن التدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية في البشرة وبالتالي يتضفق الدم للبشرة وتصبح نظرة يعني يزول ذلك الشحوب وأيضا تلك الخطوط مهما كانت غائرة سوف تختفي وذلك بوضعكم لمساج بأي زيت متوفر لديكم كل ليلة إذن حبيباتي داوموا على هذه الوصفة والطريقة التي تتحدثنا عنها وهي عمل مساج بأي زيت إن شاء الله ستلاحظون نتائج جد جيدة وذلك في ظرف 12 يوما إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم حبيباتي أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالتغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وإلى اللقاء